التوبة من ذنوب تتعلق بالعباد وهم لا يسمحون في حقوقهم هل من الممكن تكون سبب في دخول النار إذا كان ذلك من باب التعنت فأنتم ستقفون أمام الله عز وجل ثم إن الله تبارك تعالى كريم جواد لا يحب لعبده أن يدخل النار في أمر فيه المسامحة وورد في بعض النصوص أن الله تبارك تعالى يقول للمظلوم ألا ترضى بهذا القصر ثم يرفعه له حتى يراه وأنت سامح أخاك فأقول أفعل يا رب فيأخذ بيده فيدخلان الجنة